فيديو بيتصدر السوشال ميديا لقرار رئيس الوزراء بعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الأونلاين من المنزل اعتبارا من شهر أغسطس المقبل كما حقيقة هذا الفيديو وهل بالفعل سيتم تطبيق هذا القرار مرة أخرى التفاصيل كاملا نعرضها لحضراتكم من خلال هذه التقطير خلال الساعات الماضية تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بيتضمن قرارا لرئيس الوزراء بعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الأونلاين من المنزل اعتبارا من شهر أغسطس المقبل ولكن نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء تلك الأنباء مؤكدا أن لا صحة لهذا الخبر وأن الفيديو المتداول قديم ويعود للعام الماضي من عام 2023 كما أوضح مجلس الوزراء أن قرار رئيس الوزراء الخاص بعمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع بنظام الأونلاين قد صدر ليتم تطبيقه فقط خلال شهر أغسطس من العام الماضي 2023 دون مد هذا القرار أو تطبيقه خلال العام الحال ومن ثم فإن كافة المعلومات الواردة بالفيديو لا علاقة لها بالعام الحال أخيرا نطالب المواطنين بعدما الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة بتحريء الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر المعلومات ولا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام أيضا من ضمن الشائعات التي انتشرت خلال الفترة الماضية هو ما تدولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي مقطع صوتي بيزعم اعتزام الحكومة ببيع قناة السويس مقابل تريليون دولار هذا وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس ونفت الهيئة تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لاعتزام الحكومة ببيع قناة السويس مقابل تريليون دولار وأن المقطع الصوتي المتداول مفبرك والمعلومات الواردة به مزيفة ولا تمتل الواقع بأي صلة شددت على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها كما سيظل كامل طاقم قناة هيئة السويس من موظفين وفنيين وإداريين من الموظفين المصريين وأكدت أيضا أنه لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المصانى دستوريا بموجبي المادة 43 من الدستور المصري والتي تنص على الاتزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها كما تلتزم بتنمية قطاعة باعتباره مركز اقتصاديا مميزا وطلبت المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب مع استقاء المعلومات من مصادرها الموظفة وأخيرا ناشد جميع وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بتحريء الدقة فيما يتم نشره وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر وفي حال وجود أي استفسارات بهذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس أو موقع الهيئة على فيسبوك من ناحية أخرى ومن ضمن الشائعات التي تم تداولها أيضا هو ما نشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشاني انسحاب شركة سيمينز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية وبالفعل تواصل المركز الأعلمي مجلس الوزراء مع وزارة الكهرباء والطاقة المتقددة والتي نفت تلك الأنباء وأكدت أنه لا صحة لانسحاب شركة سيمينز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية وأكدت على التزام الحكومة بسداد كافة المستحقات المالية للشركة في موعدها المحددة وفقا للعقد المبرم بين الطرفين كما أكدت أيضا على التزام شركة سيمينز للطاقة بتشغيل وصيانة محطات الكهرباء المتعاقد عليها بموجب الاتفاق المبرم مع الوزارة في سبتمبر 2018 والتي يتضمن تشغيل وصيانة وإدارة محطات كهرباء كل من البرولوس العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف لمدة ثمان سنوات كما أكدت على كفاءة محطات كهرباء سيمينز والتي يتعمل بنظام الدورة المركبة وتتخطى كفاءة تشغيلها 61% مما يسهم في خفض معدل استهلاك الوقود المستخدم في توليد الكهرباء إلى هنا مشاهدنا الكرام تنتهي تغطيتنا كنت معكم أنا رانا عبد الرحمن نشهركم على طيب المتابعة اشتركوا في القناة